في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان أعلنت وزارة الخارجية عن بدء إجراءات إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بالتنصيق مع السلطات السودانية هذا وتستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة في التنصيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفة وفي إطار حرس وزارة الخارجية بالتنصيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على دويهم تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة